بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثامن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة الدرسات الاجتماعية والدرس الثاني من الوحدة الخامسة بعنوان التوسعات العثمانية في البلاد العربية الجزء الثالث أهداف الدرس عزيز الطالب في نهاية الدرس اليوم ينبغي عليك أن تكون قادرا على أولا أن توضح مراحل ضم العثمانيين لبلاد المغرب العربي ثانيا أن تفسر عدم استمرار السيطرة العثمانية على بلاد اليمن لمدة طويلة ثالثا أن تتبع على الخريطة التوسعات العثمانية في المنطقة العربية ضم الدولة العثمانية للمنطقة العربية أعزائي الطلبة والطالبات درسنا فيما سبق عن توجه العثمانيين لبلاد الشام ومصر وكيف تمكنوا من السيطرة عليها من خلال انتصارهم على المماليك في معركتي مرج ضابق ببلاد الشام ومعركة الريدانية في مصر عزيز الطالب لاحظ الخط الزماني التالي للتعرف على مراحل ضم الدولة العثمانية للبلاد العربية نجد أن أول مرحلة بدأت بضم بلاد العراق خصوصا أو تحديدا شمال العراق في عام 1514 في عهد السلطان سليم الأول أما المرحلة الثانية فكانت هي مرحلة ضم بلاد الشام ومصر والحجاز في الفترة ما بين عام 1516 حتى 1517 في عهد السلطان سليم الأول أيضا أما المرحلة الثالثة فكانت ضم بلاد المغرب العربي في الفترة ما بين عام 1518 حتى 1551 في عهد السلطان سليمان القانوني أما المرحلة الرابعة فهي ضم بلاد اليمن في الفترة ما بين عام 1538 حتى 1581 من الميلاد أيضا في عهد السلطان سليمان القانوني أولا ضم بلاد المغرب العربي عزاء الطلاب لقد طلب أهالي وعلماء المغرب العربي من الدولة العثمانية مساعدتهم في مواجهة الخطر الإسباني والبرتغالي فعلى الفور استجاب العثمانيون لاستغاثة الأهالي والعلماء وقاموا بضم بلاد المغرب العربي فيما عدا مراكش لأنها كانت تحت حكم الأسرة السعادية وهي أسرة قوية في ذلك الوقت والآن هيا بنا نستعرض خطوات ضم بلاد المغرب العربي أولا عزيز الطالب تمكن العثمانيين من ضم بلاد المغرب العربي من خلال قيام القائد خير الدين بربرسة بضم الجزائر سنة 1518 ميلادية ثانيا استيلاء القائد العثماني سنان باشا على ترابلس سنة 1551 ميلاد ثالثا سيطرت الدولة العثمانية على تونس منذ سنة 1574 ميلاد نجد عزيز الطالب أن هناك ثلاث خطوات لضم بلاد المغرب العربي أولا ضم الجزائر ثم ضم طرابلس ثم ضم تونس لحوزة الدولة العثمانية عزيز الطالب افتح كتابك المدرسي صفحة 127 لنتعرف أكثر على دور أمير البحار القائد خير الدين بربرسة في ضم بلاد المغرب العربي أحباء الطلاب خير الدين بربرسة هو أحد أكبر قادة الأساطير العثمانية والذي نجح في دخول الجزائر وأنقذها من الخطر الإسباني وسحك سطول الملك شارل الخامس وبانتصاره سيطر العثمانيون على شرق المتوسط واستطاع أن يطرد الإسبان من نابولي والساحل الفرنسي وقام بإنقاذ حوالي سبعون ألف مسلم أندلسي مستخدما أسطولا من 36 ثفينة في سبع رحلات ووطنهم في مدينة الجزائر مما حصنها ضد الهجمات الإسبانية وتوفي خير الدين عن عمر يناهز 65 عاما ودفن في مدينة إسطنبول ثانيا ضم بلاد اليمن اتغاث اليمنيون بالعثمانيين لمواجهة الخطر البرتغالي فعلى الفور دخل العثمانيون مدينة عدن عام 1538 في عهد السلطان سليمان القانوني ثانيا دخل العثمانيون مدينة صنعاء عام 1551 أيضا في عهد السلطان سليمان القانوني ولكن هنا لم تدم سيطرة العثمانيين طويلا على بلاد اليمن عزيز الطالب فكر في إجابة السؤال التالي بما تفسر عدم سيطرة العثمانيين طويلا على بلاد اليمن أحسنتم نعم أولا بسبب بعد اليمن عن مركز الخلافة العثمانية ثانيا بسبب طبيعة بلاد اليمن الجبلية الوعرة عزيز الطالب من خلال قراءتك للخريطة التي أمامك هيا بنا نحدد أهم المناطق العربية التي لم تنضم للدولة العثمانية نجد في الخريطة أعزاء طلاب سيطرة العثمانيون على بلاد العراق وعلى بلاد الحجاز وعلى مصر وبلاد المغرب العربي والشمال الإفريقي وأيضا بلاد اليمن فهيا بنا نحدد المناطق العربية التي لم تنضم للدولة العثمانية بارك الله فيكم نعم نجد أنها أجزاء من شبه الجزيرة العربية والصومال ومراكش في بلاد المغرب العربي والآن هيا بنا نتتبع التوسعات العثمانية في المنطقة العربية أولا نجد سيطرة العثمانيون على بلاد العراق فانتصر العثمانيون على الصفويين أولا في معركة جالديران واستطاعوا أن يضموا شمال العراق حتى أصبح العراق كله تحت السيطرة العثمانية وذلك في عهد من؟ في عهد السلطان سليمان ثانيا أيضا أدى انتصار العثمانيين على المماليك في معركة مرج ضابق في بلاد الشام إلى مقتل السلطان المملوكي وضم بلاد الشام إلى حوزة الدولة العثمانية ثالثا بالنسبة للحجاز فقد أصبح الحجاز جزءا من الدولة العثمانية بعد أن قام شريف مكة بتسليم مفاتيح الكعبة إلى السلطان سليم الأول عام 1517 من الميلاد رابعا انتصر السلطان سليم الأول على المماليك في مصر بقيادة طومان باي في معركة شهيرة هي معركة الريدانية عام 1517 من الميلاد ومنذ ذلك الحين أصبحت مصر ولاية عثمانية خامسا استطاع العثمانيين ضم اليمن لأملاك الدولة العثمانية في الفترة ما بين عام 1538 حتى 1581 ميلادية ميلادية وأخيرا استطاع العثمانيين ضم الجزائر عام 1518 ميلادية ثم طرابلس عام 1551 ميلادية ثم تونس في عام 1574 من الميلاد التدريب الأول عزيز الطالب اختر الإجابة الصحيحة للعبارة التالية سيطرت الدولة العثمانية على المغرب العربي ما عدا ألف تونس باء طرابلس جيم مراكش دال الجزائر فكر عزيز الطالب في إجابة هذا السؤال أحسنت بالفعل مراكش فسيطرت الدولة العثمانية على بلاد المغرب العربي كلها ما عدا مراكش التدريب الثاني اختر الإجابة الصحيحة للعبارة التالية دخل العثمانيون بلاد اليمن في عهد السلطان العثماني ألف السلطان سليم الأول باء السلطان مراد الأول جيم السلطان سليمان القانوني دال السلطان بايزيد الأول أحسنتم بالفعل هو السلطان سليمان القانوني التدريب الثالث في رأيك عزيز الطالب ماذا لو فشل العثمانيون في دخول بلاد المغرب العربي نعم أحسنت بالفعل أولا ما استطاعوا فرض سيطرتهم على البحر المتوسط ثانيا لدامت السيطرة الإسبانية والبرتغالية على منطقة المغرب العربي التدريب الرابع أعزاء الطلاب ما العلاقة بين موقع بلاد اليمن ومدى سيطرة الدولة العثمانية عليه بالفعل لقد أدى بعد اليمن عن مركز الخلافة وطبيعته الجبلية الوعرة إلى ضعف سيطرة العثمانيين عليه لفترة طويلة ملخص درس اليوم استجاب العثمانيون لطلب أهالي المغرب العربي لنجدتهم من الخطر الإسباني والبرتغالي أيضا استطاع العثمانيون أن يضموا بلاد المغرب العربي فيما عدا مراكش بسبب أنها كانت تحت حكم الأسرة السعادية في ذلك الوقت قام خير الدين بربروسة بضم الجزائر وقام القائد العثماني سينام باشا بضم طرابولس واستطاع العثمانيون أيضا ضم تونس لأملاك الدولة العثمانية عزاء الطلاب أيضا استنجد أهالي اليمن بالعثمانيين لمواجهة الخطر البرتغالي فدخلوا عدن وصنعاء ونجد أن السيطرة العثمانية لم تدم طويلا على بلاد اليمن لسببين أولهما بعد اليمن عن مركز الخلافة وثانيهما طبيعة بلاد اليمن الجبلية أعزاء الطلاب من خلال تطبيق Microsoft Teams عليكم الرجوع إلى معلم الصف لمناقشة الدرس والإجابة على جميع استفساراتكم ترجمة نانسي قنقر